السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعنا كرامة وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة اكيد كالعادة نتكلم فيها عن النادي الاهلي وعن باقي الاندية المصرية وعن نرد فيها ضد الكذيب والشاعات لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة نبدأ بها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله مصالح وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحاجة عايز اتكلم فيها يعني رئيس نادي الزمالك قالك الزمالك هو رقم واحد في افريقيا والوطن العربي من حيث الجماهرية وبالنسبة لي هو يمثل لي مع الاهرامات نقاط مضيئة في تاريخ مصر طبعا الجملة الاخيرة انا مقدرش اتكلم فيها لانه قالك بالنسبة لي الزمالك زيوز الاهرامات نقاط مضيئة دي مش بتاعتي مقدرش اكدبه فيها او اجدله فيها لكن على اي اساس الاستاذ حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك خد قرار بين ليلة وضوحاها ان الزمالك هو اكثر نادي شعبية وجماهرية في افريقيا والوطن العربي طبعا ما احد يقول لي انت بترد لي اقول لك ارد طبعا لان هذه اكذوبة هذه مغلطة تاريخية لابد من الرد عليها لما معلش مع احترامي انا ما شفتش مطش راحوا الزمالك في اي وطن عربي او اي بلد عربي او اي قطر عربي او افريقي لقيت الزمالك جمهوره اكثر من النادي الاهلي الزمالك اللي في مطشاته لما بيبقى ضد النادي الاهلي بيكمل او ادارة الزمالك او اعلام الزمالك انه يلزقها في نفسه او يلصقها بيه الزمالك مفكر وحسين اللبيب مفكر بالرغم ان حسين اللبيب مع التوكيل واحدة من اكبر الشركات في العالم في مصر مع التوكيل والشرق الاوسط ومع هذا استاذ حسين اللبيب لم يفتن لنقطة مهمة جدا ان الرعاء ما بيروحوش ورا كلام الناس نهاردة اي شركة عايز اترى عنها دي مش هروح افتح قناة الزمالك واسمع التطبيل اللي بيحصل اصل الزمالك اكبر نادي في مصر وافريقيا جماهريا هو هيخد على كلامك؟ لا ما هو هيخد على كلامك الزمالك ده اغنى نادي في افريقيا يقول لا الموضوع مش بالكلام لبليبه الموضوع مش به اي 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 وانت تصدق نفسك في الزمالك اولا الزمالك او ده بالجملة دي انت بتقولها مع نفسك في البيانات بتاعتك لكن الناس لازم ترد عليك على اي اساس وعلى اي منطق وعملت استبيان وعملت قاعدة عشوائية عشان تختار عليها وتطلع تقول لي ده انا لو دخلت اي شارع اي زواء اي مده اي اي قهوة اي مدرسة اي مصلحة حكومية اي نيلة في اي نيلة وسألت مين هنا جماعة بيشجع الزمالك ومين بيشجع الاهلي ارهنك مع ان الراهن حرام اتحداك اتحداك ان تمانية من العشرة ايقولوا احنا اهلي واحد يقولك انا زمالك واحد يقولك ماليش في الكورة هو كده هو كده كابتم حسينيا لبيب يلي طالع تقول كلام غير منطقي وغير مدروس على الاطلاق معرفش الحد امتى نادي الزمالك هيفضل مش عايز اقول ان هم ناس تتفاوض وناس تتعاقد الزمالك الجماعة من ايام عبدالله السعيد هم يتفاوضوا وناس تانية تاخد اللعب هم يتفاوضوا وناس تانية توقع مع اللعب الزمالك بقاله فترة طويلة مفيش تعاقلات بالتم بسبب كده يقعد يتفاوض ويتفاوض ويتفاوض وفي الاخر تلاقي نادي دخل سلام عليكم وسحب اللعب ومشي زمالك بقاله ثلاث شهور بيفاوض لعب اسمه احمد ربيع لعب بيلعب في نادي السكة الحديد لك ان تتخيل بعد ثلاث شهور شد وجذب وقيل وقال وكلام رايح وكلام راجع في النهاية البنك الاهلي بيخلص الليلة وبياخد احمد ربيع وبياخد احمد ربيع عايز تقنعني النهاردة ان النادي مش عارف يتعقد مع لاعب بيلعب في درجة تانية عايز تقنعني ان النادي ده عنده فلوس تسد عين الشمس يا خنه يا خنه بجد والله ازاي باي عقل واي منطق عندك عقل لما تقول الكلام ده انت عندك منطق لما تقول الكلام ده بالمناسبة محمد عبدالغاني لعب الزمالك طبعا انا عارف ان الخبر اللي اقوله في زمال كوية كتير هيفرحه في زمال كوية كتير هقولك لا 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 ده احنا نعمل فرح ده احنا نوصله لحد النادي بتاعه الجديد ببلاش محمد عبدالغاني اتفق مع نادي الزمالك على فسخ العقد فسخ عقد واش واش تعورت الكرة مفهش معليش فسخ تعاقد محمد عبدالغاني لعب اتفق مع نادي الزمالك طبعا فعقد وفضل ست شهور ما حدش اتكلم معه في التجديد له ستة مليون عند الزمالك سيب ونسيب تنازل عن ستة مليون بتاعك يا ابن الحلال واحنا هنديك الاستغمام بتاعك واللعب رح وقع لنادي البنك الاهلي الزمالك النهاردة هيكمل الموسم غالبا بالاسماء اللي هقولها لك دلوقتي الوينش اللي لسه رجع من اصابه محمود علاء اللي كل شوية اتصاب حسام عبد المجيد اللي كل شوية اتصاب حمزة البسبوسي واحمد زكي ومصطفى الزناري هو ده الزمالك هو ده اللي الادارة وعدت بيه ده جمهور الزمالك المسكين الغالبان عايز اقول لموقع كورا بلس هو الدحك بكم الكيلو النهاردة بجد والله بكم يا دحك وانا اشتريك كورا بلس بتقدم لنا دحك فاخر من الاخر في الوقت اللي الاهلي عظيم مصر وافريقيا سيد سادات العرب جميعا كسبان في سنة تلاتة وعشرين ست بطولات كسبان برونزية كاسعالة كسبان مركز رابع في كاسعالة اكل الاخضر واليابس اللعيبة بتاعته خدت جايزة افضل لاعب في افراقيا السنة اللي فاتت محمد الشيناوي السنة دي برستان ومع هذا موقع كورا بلس شايف ان الزمالك افضل نادي في مصر لا تضحك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله زمالك مين يا عناي يلا يا ابني ما نشايف زمالك مين يا حبيبي زمالك بتاعنا زمالك بتاعنا اللي طلع السنة اللي فاتت مركز ثالث اوه اللي طلع اللي طلع اللي طلع يتنشهر تلوغتي احسن نادي في تلاتة وعشرين وما الاسوأ نادي ايه يا ابني وما ناسوأ نادي يا حبيبي لما الزمالك أحسن من النادي الأهلي يا جماعة انتم مطرقين احنا تجاوزنا حدود اللام عقول احنا تجاوزنا حدود اللام منطق احنا بنا بنتكلم بالهنباكا يا هرم ده شغلة هنباكا اللي هو ليس ليس كله كويس يلا كله مش واحد اخد باله ومشي الزمالك حبيبنا ماشي يا كورابلس خالد الغندور متغير بقاله فترة خالد الغندور مش عجبني يا مخالد ولا عاجب بابا خالد الغندور يا جماعة تغير مفاجئ 180 درجة تغير في القناعات تغير في اسلوب الكلام بدأ يتكلم بشكل كويس عن النادي الأهلي وعن لعبت النادي الأهلي وعن ادارة النادي الأهلي مش هو ده الأهلي اللي كان من شهرين ثلاثة بيكسب بالحظ ألم يكن هذا النادي الأهلي اللي سال عبد الحفيز بيتعامل مع ساحر مغربي في أحد الفنادق الفارهة على كبرى أصر النيل ألم يكن هذا النادي الأهلي اللي بيكسب بسبب مكالة الأهرام للإعلان ألم يكن هذا النادي الأهلي يا النادي الفاسد الذي يفوز بمطلاطه بالمجاملات والطرق الملتوية شو ده النادي اللي كان بيتكلم عنه خالد الغندور لا كلم بد لا مش هو يا بيك خالد الغندور بقى بيدافع عن النادي الأهلي في الإعلام السؤال هو ينفع الواحد ينام يصحى يقوم يلاقي نفسه تغير بالشكل ده جمهور الزمالك نفسه مش مسدق ايه ده هو ده الكابتن التاريخي اللي كان بيطلع يشتغل مع القناة ويقول لنا انتو وانتو 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 والأهلي مش في حتة تانية واحنا أحسن من الأهلي خالد الغندور النهاردة طالع في الراديو بيقول لك الزمالك ما ينفعش نسويه بالنادي الأهلي لأن الأهلي في حتة تانية الأهلي أقوى من الزمالك بكتير يا جماعة أنا بطالب أن خالد الغندور يكله برنامج في أي قناة لا لا أكل العيش مر على فكرة أكل العيش مر ده ناقص يطلع يقول لك في التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت بنشجع الأبطال فارق كبير فارق حظيم أدي له حمري وباردو أليل ده خالد الغندور على فكرة والله ما استبعدها والله ما استبعد أن غالد الغندور ممكن يطلع يقول لك يتافدأ لمجرد أنه يشتغل بس مش مشكلة عادي أكل العيش مر أكل العيش مر خليني أوجه الشكر لسيادة المستشار تركي آل الشيخ أنا بشكرك يا أبو ناصر واحد هيقعد يشتمني دلوقتي لا أتقل إسمع أنا أشكره على إيه بشكر السيد تركي آل الشيخ أنه خلصنا من اتنين من أكتر المعلقين إلا أنا واحد من الناس من وجهة نظري قد يبدو هم ناس حلوين ومحترمين وكل حاجة وممكن يكونوا أحسن ناس بتعلق في الدنيا كلها لكن وجهة نظري التي لها قيمة على الإطلاق أن لا بلا العلام ولا حاتم بطيشة كنت بحبت بسمعهم أصلا النهاردة قناة اس اس سي السعودية بتخلصنا من الاتنين من بولبل الشرق بلا العلام والكابتن حاتم بطيشة الحمد لله جماعة مش هنتطر أن احنا نجتم الصوت مش هنتطر أن احنا نتأفأف ونسمع تعليق أي واحد من الاتنين الحمد لله جماعة مش هنسمع جملة يلعيب لا مش هنسمع خلاص ارتحنا الحمد لله يا جماعة مش هنسمع جملة الدوري في ميت عقبة الدوري في ميت عقبة الدوري في ميت عقبة مش هنسمعها مش هنسمعها الحمد لله شكرا لها السيد توركي قال الشريف اللي خلصنا من الاتنين ونقالهم للتعليق على قناة اس اس سي وده بسبب قدراتهم وإمكانياتهم الجهبازية الخزعبلية يعني شكرا للمستشار حسين الشحات إدارة بيرامدز بالطالب بإحالة الشحات أيضا للانضباط في ضغوط بتمارس الآن وبقوة لإحالة الشحات للانضباط بحجة إن حسين الشحات المحامد بتاعه طلب من النيابة استدعاء جمال علام واستدعاء شسمه عامر حسين من أجل الخضوع والمثول أمام النيابة العامة في شهادتهم في موضوع قضية الشيبي طبعا شتان الفارق ما بين ما قام به الشيبي من شكوى العمل الشيبي حمادة واللي عمل الشحات حمادة تاني خالص العمل الشيبي ده شكوى ولجوء للمحاكم المدنية في رفع دعوة قضائية في نزاع رياضي ما بينه وما بين لعب النادي الأهلي واللي بالمناسبة تعاقب من قبل الاتحاد المصري وربطة الأندان أما بخصوص استدعاء السنائي علام وعمر حسين ده مش لجوء للمحاكم المدنية ده طلب للرد على شكوى الشيبي الشيبي شتكاني فانا طلبت الاتنين دول ان الاتنين دول هما اللي عاقبوني على الفعل بتاعي ففي القانون يقولك مفيش واحد يتعاقب على جرم مرتين مفيش متهم او مزنب يعاقب على جرم او على زنب مرتين يعني انفعش النهاردة مثلا اجا اشتمك فتعاقب فتروح رفع اضاية تاني بنفس الشيتيمة ويقولك اشتامني والعقوبة ما عجبتنيش فانا مش هتعاقب تاني هتعاقب تاني ليه حسين الشحات على الالم وعلى اللي حصل في المشكلة خد اقاف مطشين وراح اعتذر للولد والولد ابن اللي اعتذر قدام مراقب المباراة وده اللي دونه وسجله مراقب المباراة انت جاية النهاردة بتطالب بمساواة الرؤوس ليه ازاي عايز تساوي ما بين حسين الشحات اللي ملاجأش للمحاكم المدنية بالاخ محمد الشيبي الذي قرر بمحد ارادته الكاملة المتكملة وبكامل قواه العقلية انه يلجأ للقضاء المدني في نزاع رياضي لا يختلط الزيت بالماء يا ممدوح يعيد لا يختلط الزيت بالماء يا ممدوح يعيد اتمنى ان ادارة بيراميز تشوف لها لعبة تانية او حركة تانية او محاولة تانية لان المحاولة الاولى قد باقت بالفشل خلصت اخبارنا خلصتش حكايتنا اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة